أهلاً ومرحباً بموضوع النية دكتور جمال هل النية ركن من أركان الصيام؟ يعني هل يجب أن ننوي نويته غداً أن أصومه يوم الأول من شهر رمضان المبارك وأتلفظ بهذا المعنى؟ التلفظ بالنية ليس مشروعاً لم يثبت أن يصلم تلفظ بالنية قط إلا في المناسك في الحق والعمرة يعني يهل بحق أو يهل بعمرة أو يهل بحق وعمرة في غير ذلك فالنية محلها القلب لكن بيعزم في أول لأن يصوم رمضان وفي رمضان يشترط أن يبيت النية يعني ليس يبيت النية ذكرتني بطلب عندي كان أعجامي في الكلية فجابوا لي يا دكتور يعني كيف ينيم الإنسان النية؟ يقول يبيت يعني فسترجم يبيت يعني نيمها يعني يروح يجيب النية نيمها إزاي فقلت يبيتها أن ينوي قبل دخول الفجر أنه صائم ينوي في نفسه طبعاً تكفيه نية في أول رمضان لأنه مثلاً لو أنه في اليوم العادية وليس في الفرد وصبح ما يقيس في طهر ما عندكم في طهر ما فيش في طهر طبعاً أنا صائم يا جزله وذلك فعلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنوافل ممكن أن ينشئ ذلك في النوافل أما في رمضان فلابد أن تكون النية كاملة من قبل الفجر منفحش تنشأ بعد ذلك وهل يصح تبيت النية لكامل الشهر؟ يصح تبيت النية لكامل الشهر وبعضاً ما قالك لازم كل يوم تبقى ناوي طبعاً نية محلال قلب وأنت أصلاً بي تصحر عشان تصلي وتسوق فخلاص فهي أصلي هي أصلي موجودة ما بدها تعقيد مش محتاجة التفعيس أوي طيب حدد هدفك ونوع نيتك قبل الثالثة نحكي شوي عن أساسيات مرتبطة بأحكام الصوم غير موضوع النية طبعاً في أحكام الصوم أولاً يعني من البدهيات إن احنا نأكد على الأوقات لأن الناس عندها مشكلة جداً في الأوقات يعني بعض المزايا بالأسف الشديد وخاصة يعني غير السنة بيفطروا بعد الأزان الفجر بربع ساعة فبيضيعوا اليوم من أوله كده من أول الصبح كده بيفسدوا الصيام فهو يعني إحنا عندنا من طلوع من أزان الفجر إلى طلوع إلى أزان المغرب قبل ذلك وبعد ذلك في ناس للأسف الشديد بتجتري يقول لك أسو الهلال الموقيت مش عارف فيها أسو الموقيت دي صح ما أجمعت عليه الأمة هذه التوقيتات تعبدية فخلاص ما تعيش تفتأت بقى ولا تفتن الناس أزن المغرب الفجر فلا شربة ولا طعام ولا شيء واللي كان نايم وقام قبل كده وبعد كده وشرب ولا حاجة فده بيبقى يكمل صيامه وعند بعض إما يعيد هذا اليوم مرة أخرى يعني هو المشكلة مش بأذان المغرب هنا دكتور جمال بأذان الفجر يعني كما أشرت أن هناك بعض الفرق تؤخر أو حتى هناك من يبكر يعني في وقت إمساك ووقت أذان فجر احتياطا يقول لك أنا سأمسك من وقت الإمساك بيكون قبل الأذان الفجر بساعة يمكن أو بنصف ساعة الإمساك ده معمول للإعداد والإستعداد لكن هو الوقت الشرعي هو وقت الآذان وقت آذان الفجر هو وقت آذان المغرب فأول الله هو أكبر يفطر يعني مش لازم حتى أكمل الآذان يعني أخبر لك يعني واحد الله أكبر خلاص دخل وقت فدخل وقت تجوز الصلاة ودخل وقت يفطر الصائب أقول لك أنا أريد أن أحتاط وأجل فطوري ربع ساعة عن أذان لا يقول شرعا يعني ما زالت أمتي بخير ما عجلت الفطورة واخرت الصحور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك صلى الله عليه وسلم ورحمة بهذه الأمة ورفقا بها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا أحكام السلام هتبقى كثيرة قوي يعني في طعامك وشرابك بس يستطيع المسلم أن يأكل بعد وقت الإمساك ما فيش حاجة في الشرع اسم وقت الإمساك في الشرع فيه حاجة اسم أذان الفجر فقط قبل كده كل هذه ترتبات وأفكار ورؤى يعني ابتدعها الناس لكنه هو الإمساك وقت أذان الفجر ليس قبل ذلك وليس بعد ذلك طيب